لمتابعة تطورات المشهد على صعيد ميداني وعسكري وستراتيجي ينضم إلينا هنا في الأستوديو اللواء أركان حرب دكتور محمد قشقوش المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا ومستشار المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية سيادة اللواء نرحب بك عبر شاشتنا في هذه التغفية المستمرة بداية هناك أرقام كبيرة من جيش الاحتلال في عداد الضحايا منذ بداية العملية البرية منذ السابع الأكتوبر أي قبل حتى العملية البرية في قطاع غزة كيف تتابعون خسائر الجيش الإسرائيلي في القطاع؟ بسم الله الرحمن الرحيم نحي أخوانا وأبنائنا في قطاع غزة على الصمود وعلى البطولة الصمود للشعب والبطولة لقوات المقاتلة منذ سبعة أكتوبر وحتى الان أنا بأتابع الخسائر بشكل شخصي أنا بتجيله كل يوم أهم جورنالين عندهم الهارتس والجوروزين بوست كانوا في الأول ما بينشروش الخسائر لما أهل القتلى ابتدوا يعترضوا ابتدوا ينشر بالاسم وبالصورة والخسائر متصاعدة من معدل من 2 إلى 3 في اليوم إلى 5 في اليوم إلى مؤخراً 9 في اليوم منهم عقيد قائد كتيبة 13 في اللوى الجولدي نعم هذا ما جرى في الشجاعية آه يعني هذا في الفترة الأخيرة وده بيقودنا يعني عرضياً كده ليه الخسائر الكبيرة اللي تمت في الشجاعية لماذا؟ لماذا؟ آه فيه يعني إجراء ذاكي جداً قامت به آه قوات حماس لما تستعيد أو تعيد الهوستيس اللي عندها آه أعادتهم من 3 نقط من جنوب خان يونس من شمال خان يونس من الشجاعية تتحدث عن المحتجزين لدى حماس من قبل آه من الإسرائيليين نعم المحتجزين من الإسرائيليين نعم دا كت رسالة مهمة جداً إن أنا لا 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 تتتبعني فقط في شمال غزة مم لأن أنا موجود في الجنوب وفي الوسط وفي الشمال مم رغم إن دا كان له يعني آآ آآ انت داعياته إن إدى الإسرائيل آآ القوات الإسرائيلية نعم بعض الصلاحيات إنها تمتد جنوباً أكتر شوية مم لكن أنا عاوز أوصل لنقطة مهمة جداً إن التسليم الرئيسي اللي تم في ميدان الشجعية مم الرسالة إن إحنا مسيطريين على الأماكن كلها القوات الإسرائيلية فكرت إزاي زي حماس محبة إنها تفكر يعني إن أنا مسلم في هذا المكان فممكن تكون مخارج آآ أنفاقي ومك أماكن احتجازي قريبة من هذا المكان مم فبعد كده لما انتهت الهدنة استهدفوا هذا المكان بكسافة بحثاً عن أين أين ما خارج الأنفاق أو أين الأماكن اللي يحتجز فيها السجنة آآ ده كان مخطط أن يكون كمير كبير فيما بعد آآ تم إعداد العبوات الناسفة في الأماكن المهدمة آآ وتم إعداد الأرمجهات والقنابل الإدوية آآ وتم إعداد أكبر كمير واجهوا هذا اللواء اللواء الجولاني عندهم ده اللواء رقم واحد واللواء الجولاني أسس في فبراير سنة 48 نعم يعني نستغرى من فبراير 48 قبل قيام إسرائيل قبل قيام إسرائيل واللواء الجفاعاتي أيضاً قبل قيام إسرائيل لأن القوات دي لما نجي نتكلم حليها أعدت بشكل جيد قبل إعلام قيام إسرائيل في 15 مايو سنة 48 إذن هما بيحشدوا قوات الصفوة عندهم الصفوة من المقاتلين ورغم هذا هؤلاء الصفوة من المقاتلين كبدوا بخسائر كبيرة من قوات بتعتمد على الفرد فقط ولكن بتعتمد على الفرد ما تفسيرك لذلك؟ تتفكيري أن هذا تخطيط جيد من قبل مان؟ من قبل حماس أخطط طبقاً لإمكانياتي وأستدرج العادو للمكان اللي أنا عاوزه والكبيرة ده لما تم بواسط اطلاق عبوات نسفة سواء كانت بالتليفون أو بالشحنة الكهربائية أعقبها إلقاء قنابل يدوية ثم هجوم مكسب بالنيران أدى إلى خساياة 8 ارتفعوا إلى 9 ارتفعوا إلى 10 منهم قائد الكتيبة 13 نعم طب كيف نفسر هذا العدد الكبير من الضحايا في صفوف الجيش الإسرائيلي مع العلم أن هناك غطاء نارياً مكثفاً من قبل جيش الاحتلال هناك طائرات استطلاع على مدار الساعة طائرات الأباتشي المروحية وأيضاً طائرات الـ F-16 التي لا تغادر ربما أجواء ساحة المعركة كيف يستطيع أنصر المقاومة إحداث هذا الاختراق في ظل هذه الوقائع الميدانية المعقدة القوات الجوال الإسرائيلية مهما كانت يعني 35 أو ما هو أحد الساعة ستوطي من الجو ستهدم المبالي على من فيها ستصور لكن لكن لا تستطيع أن تخترق أين أنا مختبئ وكيف أفكر لن تستطيع مهما قوتت من قوة الحاجة الثانية أن المسايرات اللي بتشتغل نفس الكلام أنا بعيد كمقاوم عارف سكتها مضطر يمشي من أماكن معينة لأن أنت بتضطر تسلك مسارب لم تهدم بعد بين الأماكن اللي مازالت قائمة على التساعات واطية عشان تصور كل الكلام ده مدروس من الطرف بتاعنا بشكل جيد ولانا الناس هل شوال افتراضه لو كانت إسرائيل ما عندهاش قوات جوية لو كانت ما عندهاش قوات جوية لو كان ما عندهمش مسافية وسنتقابل على الأرض دبابة ومركبة قتال إسرائيلية ومقاوم فلسطين كانت النتيجة تبقى عاملة إزاي مختلفة أكيد النتيجة الحالية مضروبة في عشرة النتيجة الحالية مضروبة في عشرة العشر خسار في اليوم كانوا حيبوا مئة اشتركوا في القناة